توجت اللجنة المنظمة لمهرجان ليوى للرطب الفائزين في مزاينة رطب الدباس وذلك في ثالث أيام الدورة العشرين للمهرجان والتي تقام في مدينة ليوى بمنطقة الظفرة وخصصت اللجنة المنظمة للمهرجان خمسا وعشرين جائزة الفائزين بمزاينة الدباس بقيمة إجمالية بلغت أربعمائة وستة واربعين ألف درهم واتسلم المهرجان ومشاركات مزاينة رطب الاخنازي التي خصصت لها اللجنة المنظمة خمسا عشر تجائزة بقيمة إجمالية تبلغ ثلاثمائة وسبعة وتسعين ألف درهم حيث يحصل الفائز الأول على مئة ألف درهم وثاني على خمسة وسبعين ألف درهم وثالث على أربعين ألف درهم